تاني هنقولها اتحاد الكرة اكيد هو اصبح مدينة يعني كل الاشكال ان هو يجاوب على كثير من التساؤلات المطروحة سواء بنتكلم الخاصة طبعا بنهاي دوري ابطال افريقيا او باختياره او كمان الجهاز الفاني بقيادة طبعا كابتن ايهاب جلال لان اصل الموضوع محناش يعني اصوى مش فريق في مدرسة او مش فريق في جامعة هحط لنا ده شل لنا ده لا ده ده اوحش طب شوف لنا حد تاني تم اترشح حد عام يعني القصة يا جماعة مش كده ده متخب مصر فما ينفعش ان انا ارشح شخص واجيب هذا الشخص وله كامل الاحترام على فكرة كابتن ايهاب جلال من الشخصيات المحترمة شوفوا بقى انا بقول الكلام ده وكلام حقيقي كابتن ايهاب جلال من الشخصيات المحترمة دي ما لهاش علاقة يعني الشق ده ما لهش علاقة فأنا بدور مش على الشخص دلوقتي اللي هو له كل الاحترام. أنا بدور على الشخص الأكفأ الشخص الأمثل لهذه المهمة اللي هي بالمناسبة صعبة من قبل ما حد يستلمها. عشان برضو الصورة تبقى واضحة إن حد يجي يدرب منتخب مصر بكل المشاكل اللي احنا بنتكلم بقالها عشر سنين. لأ دي مهمة تقيلة جدا. حيتم مقارنته باللي سبقه حيتم مقارنته حيتم انتقاده من قبل ما يبدأ. حيتم انتقاده من قبل ما يبدأ ويمكن ده حصل أصلا سواء مع كيراش قبل كده أو مع كابتن يهاب جلال فالوضع أصلا صعب فإحنا قريدي بنبقى بنختار حد وحطين قدين على قلبنا اللي هو يعني يا رب تمشي الدنيا. بس مش لدرجة إن أنا أجيب حد وبعد مصرين ثلاثة ليل أداء وحش أقول طب ما تشوفوا لنا حد تاني طب ما تدوروا لنا على حد أجنبي بقى يا جماعة طب هي الميزانية تسمح أصلا ولا لأ بيضاوي لأن في برضو مشاكل ده شقة تاني يعني على كل حال. فاضل لنا إيه طيب نتكلم فيه يعني بس هقول لك على حاجتين اللي ورجعنا الماتش إثيوبيا ما ترجعينيش أموس إيدك أنا كده زي أنا كده مردي كده زي الفور طب خالص صدق مش هقول والله عادي النقطة دي أستعى الزكرة غير حطرة يعني هود ده من الأيام اللي فاتت كمية ناس مش هيرى فيديوهات على ماتش كان بيجمع ما بين منتخب مصر وبين إثيوبيا سنة 98 ده أنا مش غلطان وكان في نفس التصفيات برضو كان سنة أمم الأفريقية أقسم بالله الماتش خلص 8 واحد لصال ده اللي احنا مستميمة يا ده ربيا لا شيء عجيب يعني احنا على فكرة يعني من زاوية معينة احنا فضل وعدل من عند ربنا ان احنا خسرنا في هدفين بس بالمناسبة لأن الماتش ده كان المنطقي انه يخرص 4 صفر 5 واحد 6 اتنين ما احنا شفنا روح غيبة شفنا أداء مش موجود شفنا تمركز عجيب احنا تقريبا نكاد نكون ما شفناش حارس مرمى المتخب الاثيوبي غير مرات معدودة يعني ما شفناش تمريرة ما شفناش خطة ما شفناش تمركز ما شفناش تحرك على الكورة والأهم من ده كله ما شفناش حتى روح قتالية ما شفناش لعيبة عندها الرغبة في الفوز ما شفناش لعيبة نزلة وعندها إصرار واضح حتى من نظرة عينيها في ارتخاء وتراخي غير مبرر انا ما عرفش هل للأمر مرجعية ما غمضة بالنسبة لي انا ما عرفهاش بس اللي عرفه في الاخر كواحد قاعد بيتفرج وقاعد بيشجع متخب بلده ما كنتش أحب أفدا ان انا شوفه اللي شفته الحقيقة شيء غير مفهوم بالمرة واتحاد الكورة بطبيعة الحال لازم يسأل عن هذا الأمر لأن الليلة دي كلها في الأول في الآخر قراراته واختياراته عمتها المجلس الاتحاد الكورة يعني اجتمع بالفعل المناقشة كل ما يتعلق بي المنتخب والاجتماع يعني اللي أنا عارفه نوعه يكون بقى ممتد بغاية يوم الخميس إن شاء الله أي بعد المباراة الودية اللي حناخدها مع كوريا لحسم ملف المدير الفني ونرجع ونقول ربنا يصلح الأحوال جبلتك الشهيرة دي اه وانا اقول ايه غيرها طيب بص اقول لك الحاجة خلينا وانا عمي عمي تجمي كده بلك كم حلقة كده مش مش عارف اروح فين انا وانا مش متطمين عليك انا كريم مش عارف اروح فين طيب